لكنها لله سبحانه وتعالى ومن ثم للناس وللتاريخ بأن الزعيم الوطني جناب الشيخ خميس الخنجر في كرنفال عقد بالعاصمة بغداد ضم الآلاف تزامنا مع العدوان الصهيوني الغاشم على مدينة غزة قبل سنتين وفي رمضان المعظم كان يقف ويتحدث للعراقيين جميعا وللأمة العربية والإسلامية جمعا ويقول لهم بصريح العبارة بغداد ستضم العرب وستعود لتجمع العرب فيها ووعدهم بذلك والبعض ممكن قال يعني شلون رح تصير هاي الشغلة بوسرمد مني يصير شغل يصير هاي الشغلة لما انعقد المؤتمر للقمة الذي ضم رؤساء الاتحادات البرلمانية العربية رؤساء البرلمانات بالدورة 34 كانت تجسيدا واقعا للعمل الذي سعى من أجله جناب الشيخ خمس خنجر وتحالف السيادة والرئيس محمد الحلبوسي رئيس الاتحاد العربي ورئيس البرلمان العراقي فللتاريخ للتاريخ قال الأوان أن نذكر أهلنا وناسنا بأنه قد تحدث بعض التأخيرات بأي جانب لكن الرجال من توعد توفي بعدها جناب الشيخ خمس خنجر لم يعد هنا يتحدث بصفته زعيم وطني فقط ولا زعيم لأهل السنة والجماعة في العراق فقط وإنما بروحية العراقيين جميعا التي تجمع العرب في بغداد وهذا ما كان للتاريخ ماذا تحدث قبل سنتين أبو سرمد والرسالة الأخيرة هي لأهل الأمة أقول لهم بعد سنوات عجاب من الاحتلال ومن الطائفية ومن الإرهاب ومن الفرقة ها هو العراق يعود ها هي بغداد عدنا بها إلى حاضنة الأمة تأخذ دورها الريادي في قضايا الأمة وهذه الوجوه التي جاءت واجتمعت هنا لتزلح بصوتٍ واحد وبكلمةٍ واحدة ها هو العراق قد عاد بكل مكوناته متوحدا من أجل دعم الأمة العربية والإسلامية وأيضا نقول بأن جلاب الشيخ خميس خنجر عندما كان يدعم النازحين والمهجرين العراقيين من المحافظات العراقية أيضا كان يدعم النازحين والمهجرين من أبناء شعبنا السوري ويقف معهم أخا وأبا وابنا ليعبر لهم عن روحية التواصل بين بغداد ودمشق فبغداد ودمشق لا تفرق بينها حدود هذا لم يكن في الماضي ولن يكون في الحاضر والمستقبل ترجمة نانسي قنقر